موسيقى لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها عبارة قرارها الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته وقادة عدد من الدول الغربية منذ بدء الهجمات التي تشهدها غزة حاليا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يبرر لها فعل ما تريد يرد آخر من نفس المعسكر الولايات المتحدة فقدت تأثيرها على إسرائيل يرى آخر بل إسرائيل هي التي تملك تأثيرا عميقا على كل الولايات المنضوية تحت العلم الأمريكي يضيف محلله فما هو سر العلاقة الحميمة بين إسرائيل وأمريكا والغرب عموما وهل ستظل على ما هي عليه مدى الظهر ومن يؤثر على الآخر وهل تمثل مصالح دولية أم تقتصر على مصالح السياسيين وأحزابهم وماذا عن الشعوب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقدرتها على التأثير على هذه العلاقة مستقبلا هذه الأسئلة وغيرها نطرحها في برنامج حديث الساعة أرحب بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي في كل مكان أنا محمد سيف النصر أرحب كذلك بضيوفي وهم الأستاذ نواف التميمي الصحفي والباحث معنا هنا في الستوديو ومن القدس أرحب بالأستاذ مئير كوهين السفير الإسرائيلي السابق والمحلل السياسي كما أرحب من واشنطن بالأستاذ إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية بواشنطن لكن قبل أن نبدأ هذا الحوار سنستعرض بعض المواقف تجاه إسرائيل والوضع في قطاع غزة اليوم جنبا إلى جم جميعنا وكل من يهتم بأمر دولة إسرائيل نواجه مرة أخرى تحديات عالم خطر صفرات إنذار وملاجئ وشباب يدعون مرة أخرى إلى الحرب الحقيقة أن إسرائيل تقتل الأبرياء في غزة أوقفوا القتف أوقفوا القصف أوقفوا القتف أنهوا الحصارة على غزة في الأسابيع الأخيرة أطلقت في المتوسط أكثر من مئة صاروخ يوميا والقبة الحديدية تعني الفرق بين الحياة والموت وأنا فخورة جدا أن الرئيس أوباما ساعد في أن يجعل ذلك ممكنا وأنا فخورة أن الولايات المتحدة سترفع استثماراتها في القبة الحديدية بأكثر من الضعف بحلول عام 2015 يبدو لي أن هذا جهد معقول لحماية حقوق إسرائيل ومصالحها بشكل كامل وقد طلب مني رئيس الوزراء نتنياهو بنفسه إن كان بوسعي الوصول إلى وقف لإطلاق نار إنساني في هذا التوقيت الصور التي يشاهدها كل فرد على الشاشات تدمي القلوب والوصول إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط أمر مطلوب على حماس أن توقف مهاجمة إسرائيل بالصواريخ وتلك هي الطريقة التي بدأت بها الحرب وهي غير مبررة وعليهم إيقافها في إطار وقف لإطلاق النار إذن مشاهدين نبدأ هذا النقاش تحديدا من واشنطن وأسأل الأستاذ إيدموند غريب أستاذ إيدموند كما لاحظنا في الأزمة الأخيرة كانت هناك توترات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تحديدا على خلفية ما يحدث في غزة وأيضا بين دول غربية وإسرائيل على خلفية نفس الأزمة لكن لم تختفي من على سطح الأحداث التصريحات المؤيدة والداعمة بشكل مطلق لإسرائيل من هنا نود أن نبدأ بالتركيز على المرتكزات التي تقوم عليها علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة والغرب عموما وتجعلها على هذا النحو يعني المثير للدهشة بنظر البعض هناك عدة أسباب وراء هذه العلاقة وهي علاقة مثيرة وفريدة بالنوع إلى حد كبير فالإدارات الأمريكية منذ فترة طويلة عبرت عن دعمها للحكومة الإسرائيلية والسياساتها طبعا هذه العلاقة مرت بمراحل مختلفة كان هناك علاقة معينة خلال بروز الحركة الصهيونية بعد الحرب العالمية الثانية ومحاولات القوى الصهيونية تشكيل دولة إسرائيل كان هناك خلافات كبيرة في الإدارة الأمريكية عدد كبير من الدبلوماسيين الأمريكيين وبعض كبار المسؤولين عارضوا ذلك لأنهم كانوا يعتقد بأن قيام دولة إسرائيل في وسط الشرق الأوسط سيهدد المصالح الأمريكية في حرب 56 عندما رفضت إسرائيل الانسحاب من سيناء وحاولت الضغط على الرئيس الأمريكي آيزنهاور وجدنا أن الرئيس آيزنهاور ووزير خارجيته الذي كان إلى حد كبير متعاطفا مع إسرائيل وجهوا انذار شديد اللهجة للقيادات الأمريكية المؤيدة لإسرائيل والقيادة الإسرائيلية أن عليكم الانسحاب وإلا فإن إسرائيل ستدفع ثمنا باهضا بالنسبة للمساعدات الأمريكية طبعا حتى في عهد الرئيس كندي كان هناك أيضا بعض الانتقادات ولكن مع مجيء الرئيس جونسون وبدأنا نرى تحول في ذلك الموقف الرئيس نيكسون كان موقفه أكثر متوازنا إلى حد ما ولكنه هو أيضا كانت لديه رؤية ومنذ ذلك الوقت حتى الآن فيما عدا ربما الرئيس كارتر رأينا دعم وثيق وعميق وقوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا لإسرائيل هذه العلاقة تعود طبعا جزء منها لأن هناك وجهتين نظر أود أن نشير إليهما في البداية وهما أن هناك من يعتقد أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وعلاقة أن إسرائيل تخدم المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط عسكريا وسياسيا بينما هناك رأي آخر وهذا ما أشار إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق السناتور جيسي هونز عندما قال أن إسرائيل وصف إسرائيل بأنها حاملت طائرات في قلب الشرق الأوسط ولكن هناك رؤية أخرى تقول بأن العلاقة تعود إلى حد كبير طبعا هناك على ما حدث في ألمانيا يؤثر على الرأي العام الأمريكي وهناك كون إسرائيل كما يقال دولة ديمقراطية وأيضا دور اللابي الإسرائيلي والتنظيم الفعال من قبل أسلقاء إسرائيل وتأثيرهم على صنع القرار في الولايات المتحدة هذا استعراض دقيق أستاذ إدموند لتطور العلاقة بين إسرائيل وواشنطن والغرب عموما لكن أود أن أسأل الأستاذ نواف عبر كل هذه المراحل من التطورات أيضا العلاقات العربية الأمريكية والغربية عموما مرت بمراحل من التطور ووصلت درجة التحالف بين واشنطن وبعض الدول العربية إلى مراحل وثيقة الصلاة لماذا استمرت هذه العلاقة بين إسرائيل والغرب على ما هي عليه في حين فشل العرب في إقامة علاقة مماثلة أو حتى تقترب من عمق وحجم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب أنا أعتقد بأن الجواب على هذا السؤال يكمن في كلمة أساسية وهي كلمة السر الذي أعتقد بأنها ينبغي أن تكون المفتاح أيضا في كل العلاقات الدولية كما هي حقيقة وهي المصالح الحركة الصهيونية عندما أسست لقيام دولة إسرائيل قامت على خلق مجموعة من المفاتيح التي كنا نسميها بمفاتيح الدعاية الصهيونية وهذه المفاتيح كانت مفاتيح إقليمية بمعنى الخطاب الصهيوني المؤسس في كل منطقة جغرافية في العالم ينبني ويرتكز على مفتاح أساسي روحه وصلبه وقلبه وعمقه هو المصالح لذلك رأينا أن هذا الخطاب الصهيوني المبكر جدا كان يقنع الرأي العام الأمريكي وكان يقنع الرأي العام الأوروبي بأننا نحن نؤسس إلى دولة في المشرق العربي حيث ستكون واحدة الديمقراطية في صحراء قاحلة حيث ستكون السد أمام المد الشيوعي آنذاك مد الاتحاد السوفيتي حيث ستكون حامية أساسية لمنابع النفط في منطقة الخليج وإلى آخره من كل هذه المفاتيح الدعائية التي روجت لها إسرائيل إلى درجة أنه في إفريقيا قالت إسرائيل والدعاية الصهيونية بأننا نؤسس إلى دولة مدنية للوقوف في وجه العرب الذين استعبدوا وتاجروا بالرق الأسود في إفريقيا وقالت في الهند بأننا نقف في وجه المسلمين الذين يريدون أن يشطرون أن يقسموا الهند وأستشهدوا آنذاك بقصة باكستان وبنجلاديش وإلى آخره هذا السر هذا المفتاح الذي يسمى المصالح هو الذي تبنى عليه العلاقات الدولية لكن المصالح هي حقيقية حقيقية أم هي على خطاب إعلامي قوي ومقنع لا لا هي في جزء منها إلى حد معين من التاريخ كانت حقيقية بمعنى عندما تقول إسرائيل بأننا نحن الحامي للمصالح الأمريكية أو غربية في منطقة الشرق الأوسط هذا توقف إلى حدود دعني أقول لك إلى حدود التسعينات عندما اضطرت مثلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تحضر بأساطيلها وأن تحضر بقواتها للتدخل عسكريا بجنودها في أكثر من موقع ولم تستطع إسرائيل أن تقوم بمثل هذه المهمة مجموعة من الخطابات توقفت إلى حد ما من الزمن وربما يسعفنا الحديث للقول أننا الآن نشهد أيضا حال التحول في هذه المهام الوظيفية لإسرائيل في المنطقة التي روجها المسألة المهمة التي أعود إليها مسألة المصالح ردا على سؤالك بأن العرب فشلوا فشلوا فشلا دريعا لا على مستوى الحكومات ولا على مستوى المجتمع المدني بتأسيس مبدأ المصالح في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والعالم العربي هذه المصالح كانت دائما غائبة بحيث مرة وحيدة فقط رأينا هذه المصالح الغربية تهدد عندما استخدم سلاح النفط العربي في عام 1973 في عرب أكتوبر وجدنا أن الولايات المتحدة تدخلت وارتعدت وارتعبت وإلى آخر ولكن ما عدا ذلك هذا السلاح المصالح لم يعد موجود لماذا الولايات المتحدة ستساند الحق العربي مثلا والعرب بكل ما يقع عليهم من ظلم بكل ما يؤدى من دعم أمريكي لإسرائيل يشترون السلاح بستين مليار وسبعين مليار وينقذون صناعة السلاح الأمريكي سنويا بدون أي مقابل لماذا بدون أي مقابل يصنع منظومة المصالح التي تتحدث عنها طيب أذهب إلى القدس وأسأل الأستاذ مئير عن رأيه في وجهتي النظر هل فعلا في إسرائيل ينظرون إلى عمق العلاقات مع واشنطن والغرب على هذا النحو أن إسرائيل نقطة متقدمة لرعاية المصالح الغربية والأمريكية في المنطقة لدرجة أن يصفها البعض وأنها حاملة طائرات أمريكية في المنطقة أم أن فعلا هناك نجاح في الخطاب الإسرائيلي الخطاب الإعلامي الإسرائيلي في إقناع الغرب وواشنطن بعمق المصالح وأهمية هذه المصالح أولا تصحيح بداية أنا لم أكن سفيرا لإسرائيل في مصر وإنما كنت مستشارا صحفيا في السفارة ومتحدثا بلسان السفارة بالنسبة لسؤالك طبعا طرحت السؤال في بداية الحلقة وهو الدعم والتأييد لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها وهذا ليس يعتبر ممكن نقول شيك على بياض ولكنه يتوقف على عدة حقائق أولا أن إسرائيل عندما حدث هذا الاعتداء هي لم تكن البادئة وإنما هي الدولة التي يعتد عليها ثانيا نتنياهو التزم بأقصى درجات دبت النفس ولم ينجر لمحاولة حماس بالإنسان حتى لا نغرق في تفاصيل ما يجري في غزة وليس هذا هو الموضوع المباشر للنقاش نبحث ما وراء ما يحدث في غزة وانعكسات ما يحدث في غزة على منظومة العلاقات الإسرائيلية الغربية لنرصد بدقة ما قالت إليه هذه العلاقات بين الطرفين أنا أود أن أحصل على وجهة النظر الإسرائيلية حول أسس ومرتكزات علاقة إسرائيل الوثيقة والوطيضة مع الغرب ومع الولايات المتحدة تحديدا أولا علاقات مع الولايات المتحدة هي علاقات ممكن نعتبرها بتقوم على أساس أن إسرائيل والولايات المتحدة تستندان إلى الديموقراطية العلاقات بين الشعبين الإسرائيلي والأمريكي وهناك الكثير من التشابه في وجهة النظر بالإضافة إلى ذلك لا يمكن القول أن هذا الأمر لا يوجد هناك تصادم أو نوع من عدم التقاء في المصالح هناك إذا دينا على سبيل المثال العلاقات الأخيرة بين رئيس أوباما ورئيس الوزراء نتنياهو هي تأثرت بدرجة كبيرة في نتيجة لعدم تقدم في عملية السلام وهناك من يقول أن الولايات المتحدة حملت إسرائيل هذه المسؤولية لعدم تقدم في عملية السلام ولكن هذا لا يمنع بأن هناك نوع من الاتصالات وهناك نوع من الدعم القوي إسمح لي أسألك أستاذ مئير هناك من يتحدث عن أن إسرائيل ترعى المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة ما الذي تقدمه تحديدا إسرائيل للغرب ولواشنطن في منطقة الشرق الأوسط كي يؤدي لعمق هذه العلاقات ولهذا الدعم اللامحدود لكم من الغرب ومن واشنطن طبعا هذا الدعم بأنه نتيجة للعلاقات أولا من سياسة علاقات سياسية وعلاقات تجارية واقتصادية هناك عمليات استيراد من الولايات المتحدة ومن أوروبا وهناك تصدير وهناك مصالح سانيا هناك نوع من العلاقات أيضا الاستراتيجية والأمنية وتعاون الأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس مباما ولم يسبق له مسيل وذلك باعتراف وزراء دفاع سابقين ورؤساء أركان وخاصة في مجال التعاون الأمني والاستراتيجي كل هذه الأمور تدفع إلى توصيق هذه العلاقات بالإضافة إلى وجود الجالية اليهودية في الولايات المتحدة التي لها تأثير كبير على أصحاب القرار في الولايات المتحدة نعم طيب يعني أسأل الأستاذ إدموند عن نفس السؤال ما الذي فعلا يا أستاذ إدموند أنت استعرضت معنا مراحل تطور العلاقات لكن أيضا حدث تغير في منظومة العلاقات على مستوى العالم وتحديدا بين الدول العربية والولايات المتحدة أيضا ما الذي لازالت إسرائيل تقدمه لواشنطن وللغرب كي يكون هناك هذا الدعم ولا تستطيع دولة كالسعودية ولا مصر مثلا ولا العراق الآن تقديمه لواشنطن لكي تكون هناك علاقات مماثلة هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن إسرائيل ربما قد تكون عبءا على الولايات المتحدة وهي تأخذ أكثر مما تقدم للولايات المتحدة طبعا هناك الرأي الآخر والذي نسمعه من أعضاء الكونغرس نسمعه من العديد من مراكب الخبراء وفي مراكز المفكرين في مراكز الأبحاث في وسائل الإعلام الرئيسية نسمع هذا الرأي بأن إسرائيل تقدم الكثير إن كان في مجال التعاون الاستراتيجي في مجال الاستخبارات ولكن هناك رأي آخر يقول أنه بعد مثلا الحرب الباردة كان هناك مخاوف كثيرة بأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستتغير لأن إسرائيل لم تعد لديها القدرة على لعب الدور الذي كان لها قبل نهاية الحرب الباردة بالإضافة إلى ذلك هناك بدون شك علاقات استراتيجية هناك تعاون استخباراتي هناك تعاون تقني ولكن عند نظرنا مثلا خلال الحرب على العراق التي استفادت كانت إسرائيل إحدى الدول التي استفادت بصورة رئيسية منها كانت في حرب 90-91 أو حتى في حرب 2003 فإن إسرائيل الولايات المتحدة لم ترغب في أن تتدخل إسرائيل وذلك لأن إسرائيل كانت لو تدخلت سيكون هناك نتائج عكسية أو سلبية ولذلك فإن إسرائيل التي استفادت من هذه الحرب لم تستطع أن تلعب دورهم بالأمر الآخر الذي نسمعه الآن هو أن إسرائيل أيضا تقوم بالتدخل أحيانا في السياسة الداخلية الأمريكية وهذا ما بدأنا نسمعه من عدد حتى من بعض المسؤولين السابقين الأمريكيين الكبار الذين يشكون من هذا التدخل وقال أحدهم بأن الولايات المتحدة دولة ذات سيادة وبالتالي يجب على إسرائيل عدم التدخل ربما من أحد الأفضل الأمثلة على ذلك هو التدخل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ذهابه إلى الكونغرس والحديث عن قضايا بطريقة مختلفة وتتحدى لا بل موقف الرئيس الأمريكي أوباما فيما يتعلق مثلا بالملف النووي الإيراني وليس هذا الوحيد كبرزت في الفترة الأخيرة أنباء عن قيام إسرائيل بالتجسس على الولايات المتحدة وأثارت وكان الشهود في ذلك بعض المسؤولي وزارة الاستخبارات إذن هناك هذه العلاقة معقدة أكثر تعقيدا وأكثر تشابكا مما نسمعه أحيانا ولكن هناك أيضا البعد الآخر والذي يمكن أن نتحدث عنه أكثر فيما بعد فقط أريد أن أشير إليه وهو هذه العلاقة الوثيقة والدور الفعال الذي يلعبه أصدقاء إسرائيل وخاصة المنظمات مثل إيباك مثل منظمات أخرى وبعض أيضا القوى السياسية ومراكز الإبحاث والأعلام وأيضا تهم إسرائيل وأصدقائها للمجتمع الأمريكي ولطريقة عمل هذا المجتمع وهي نقطة أهمة أن يتعلق الأمر بالانتخابات السياسية نقطة أهمة أستاذ حيدمونت والانتخابات الفيديوية سأتي عليها بمزيد من التفاصيل لاحقا لكن أود أن أسأل الأستاذ نواف من وجهة النظر العربية وكما يرصد العرب هذه المنظومة من العلاقات بين إسرائيل والغرب من المستفيد نحن سمعنا وجهات النظر عن التعاون الاستراتيجي والأمني والاستخباري لكن من المستفيد بعيون عربية من هذه العلاقة أكثر هل هو الطرف الغربي والأمريكي كي يقدم كل هذا الدعم ويدفع كل هذا الثمن أم أن الإسرائيليين هم المستفيدون بشكل أكبر ورغم ذلك يبدون كل هذا الحجم من النقد وما وصف حتى بالإهانة تجاه الغرب أحيانا وتجاه الأمريكيين كما حدث مع كيري مؤخرا لو أردنا أن نفصل بالأرقام في كل المستويات حتى على المستوى العسكري حتى على المستوى السياسي حتى على المستوى الاقتصادي نفنط هذه المسائل بالأرقام لو وجدنا أن إسرائيل هي المستفيدة إسرائيل دولة صغيرة اقتصاد لا يقارن بالاقتصاد الأمريكي وبالتالي هي تعتاش بجزء كبير على أيضا مساعدات أمريكية سواء هذه المساعدات كانت مادية أو سواء كانت عسكرية أو في مجالات أخرى هذه من الناحية الأساسية كما قلت في بداية نشوء الكيان الصهيوني وتأسيس إسرائيل كان هناك مسوغات كان هناك خطابات يمكن أن تباع للرأي العام الأمريكي وتقدم على أن إسرائيل هي بمثابة كما قلنا الشرطي في المنطقة وهي بمثابة الواحة الديمقراطية في المنطقة وإلى آخر من هذه القطابات التي باتت يعني معروفة الآن لو أتينا ماديا وأخلاقيا وهذا مسألة مهمة جدا وحتى اقتصاديا إسرائيل باتت كما قال الدكتور إدمون باتت في رأي الكثير من الأمريكان هي عبئ وهنا أود أن أسجل ملاحظة مهمة جدا كل استطلاعات الرأي التي تجرى في الولايات المتحدة تتحدث عن نقطة وتشير لنقطة مهمة جدا وهي أن التحولات في الرأي العام الأمريكي اتجاه إسرائيل إن لم تكن تحدث على مستوى الكم بمعنى أن منذ ربما 67 ولغاية الآن ما بين 50 إلى 60 بالمئة أحيانا أكثر أحيانا أقل تبعا للأحداث يؤيدون وجهة النظر الإسرائيلية ولكن الملفت أنه من حيث النوع أن شريحة الشباب في المجتمع الأمريكي وخاصة ما بين 19 و 24 و 25 في كل استطلاعات الرأي التي أجريت خلال السنوات الأخيرة وخلال الأسابيع الأخيرة هم الشريحة الأوسع كما قلت من الشباب هم لا يتفقون أو لا يؤيدون وجهة النظر الإسرائيلي لماذا؟ لأن هذا الجيل الشاب ولد حديثا بعيدا عن الدعاية بأن إسرائيل دولة صغيرة مسكينة هي وطن ليهود قتلوا في ألمانيا وأحرقوا في ألمانيا وأتي بهم إلى هذا البلد الآمن ليكون لهم دولة آخيرة هذا الجيل الأمريكي الجديد الآن ولد خالي الذهن من هذا التاريخ وبالتالي ما يدفع الآن هو المصالح الآنية ما يدفعه هو السؤال لماذا الولايات المتحدة الأمريكية أنا كدافع ضرائب أقدم هذه المليارات سنويا لإسرائيل بينما ولايات أمريكية بحاجة لبني تحتية بعد فاصل قصير نوصل إلى الحوار في حديث الساعة من قصر في حماية يسر عرفان هل حرركم فلسطين والله حصل طبعا كان انقلال لماذا يقتل السن ولا يحقق لماذا يقتلون لماذا لا تبدأون بالحديث بوقف اطلاق النار هناك تمييز طائفي فاحش تقول ان سوريا هي من مولت ودعمت قلت بالك للتو بلا قيود مع ملاك جعفر على شاشة بي بي سي ثلاثة اثنان واحد وانطلق أنا خائف انظروا 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 انه فعلا عبور ناعم كالحرير توب جير على شاشة بي بي سي شهد يوم سمعي بي بي سي في كل مكان عود مرة اخرى لهذا النقاش في حديث الساعة حول المرتكزات التي تقوم عليها العلاقات الامريكية الغربية وامكانية حدوث تغيير في هذه العلاقة الاستراتيجية أعود لأستاذ نوافد تميمة أنت أشرت إلى وجود تغيير ما في الرأي العام الامريكي تجاه اسرائيل خاصة بين الأجيال الشابة ومعلوم أيضا المتغيرات التي حدثت في منظومة العلاقات الدولية الاستراتيجية ودور اسرائيل الذي كان هما خلال الحرب الباردة وتغيرت كل هذه الأمور لكن لازالت العلاقات على ما هي عليه من العمق والدعم هل لما يسمى باللوب اليهودي في الولايات المتحدة أو أصدقاء اسرائيل في الولايات المتحدة الدور في تحييد تأثير هذه المتغيرات على الأقل حتى اللحظة شوف في علم التسويق هناك مسألة تسمى product life cycle بمعنى أن أي منتج أي خدمة في العالم لها دورة حياة ودورة الحياة هذه تصعد ثم تخبط ثم تكاد أن تنتهي فتأتي الشركات وتقوم بإعادة إحياء أو بمد هذه الدائرة دائرة الحياة إما بمنتوج جديد أو بتدعيم أو إعادة صياغة كما يسمى البراندينج لهذا المنتوج إسرائيل والولايات المتحدة العلاقة بينهما تقوم تماما عندما انتهى ما يسمى بمصلحة مواجهة العدو المشترك وهو المد الشيوعي سارعت الآن وانتهت الحرب الباردة وانتهى الاتحاد السوفييت والآخره وجدنا مباشرة بأن هذا الثنائي وهذه المصلحة قامت بإنشاء أو قامت بتأسيس بؤبع جديد هو البؤبع الإسلامي ونرى هذا الآن مثلا الخطاب كله على مصلحة أن المصلحة هي أن تواجه إسرائيل والولايات المتحدة لهم عدو واحد هو إيران وترسانة الأسلحة الإيرانية والآخره لو انتهت المفاوضات الإيرانية مع الدول الغربي والولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق ينهي هذا البؤبع لجاءت إسرائيل وجاءت مكينة الدعاية الإسرائيلية بخلق بؤبع آخر من أجل كما قلت أن تستمر باستنزاف دافع الضرائب الأمريكي وباستنزاف الرأي العام الأمريكي بابتداء بأنها لا زالت تقوم بدور وظيفي وحيوي وهام خدمة للولايات المتحدة الأمريكية نقطة لافتة لكن أسأل السيد مئير كوهين في الخدسة هل فعلا وكما استمعت للأستاذ نوافي التميمي وأيضا غيره من المحللين باتت إسرائيل في هذه المرحلة عبءا اقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا على الولايات المتحدة والغرب وأخلاقيا أيضا كما يقول هناك من يعتقد ذلك وهناك توجه أيضا في الولايات المتحدة بذلك لكن الغالبية العظمى من الرأي العام الأمريكي هي مؤيدة بشكل مطلق لإسرائيل وشفنا هذه في خلال الحرب الأخيرة أيضا المخاوف ليس فقط في إسرائيل وإنما المخاوف في المنطقة هي من تراجع الدور الأمريكي في المنطقة وهذا يبدو من خلال الأزمة الأخيرة فيما يتعلق باتفاق التهديع وجدنا أن وزير الخارجية الأمريكي جاء إلى المنطقة وزير أكبر دولة في دولة عظمة ولم يتمكن من الوصول إلى تهديع وإذا به يتوجه إلى مصر أولا بداية ثم يتوجه بعد ذلك إلى باريس للقاء وزير الخارجية القطري والتركي هنا حدث نوع من اللخبطة في الموقف الأمريكي هل هي الأخبطة أم هي تراجع للتأثير الأمريكي على إسرائيل يا أستاذ مئير ممكن يكون ذلك أيضا ممكن يكون أيضا تراجع لدورها في المنطقة هناك من يتساءل كيف يمكن للولايات المتحدة أن في محور نشأة في ظل هذه الظروف وهو المحور الذي يتألف من إسرائيل ومصر والسعودية وانضمام لهذا المحور كل من الأردن والرئيس عباس وهناك نوع من التساؤل لماذا الولايات المتحدة كان ينبغي عليه أن تكون الأولى المرحبة بهذا المحور في حين نرى أنه ليوجد دعم وبتلك أيضا عدم الدعم للنظام في مصر أيضا هذا يصير نوع من القلق في إسرائيل الواضح هو أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من العراق يبدو أن الولايات المتحدة قلصت دورها في المتحدة كيف تواجه إسرائيل هذا الواقع يعني يصير أيضا المخاوف نعم كيف تواجه إسرائيل هذا الواقع أستاذ مئير هل بالبحث عن قيارات استراتيجية أخرى هل بالتصادم مع واشنطن كما شهدنا في الأيام الماضية على غلفية ما يحدث في غزة يعني على ما يدل ما حدث من مشاحنات وتوترات بين إسرائيل وواشنطن والغرب أيضا خلال الأيام الماضية لا يوجد شك وهذا صحيح لكن هناك من تحدث في وسائل الأعلام والمرقبين في إسرائيل بضرورة ووجوب القيام بنوع من الحوار الهادئ مع الإدارة الأمريكية لأن توجد هناك خلافات في وجهة النظر بين الأصدقاء ولكن يجب على كل طرف أن يحاول الجنب الآخر ويحاول أن يقنعوا بوجهة هذا النظر ووجدنا أن هناك تراجعا وفهما للموقف الإسرائيلي أستاذ إدمند حين نسمع هذه المشاحنات بين إسرائيل والولايات المتحدة وأيضا دول غربية حين نسمع وزير الخارجية البريطاني فليب هامند يتحدث صراحة عن أن ما تقوم به إسرائيل سيؤدي لتآكل الدعم الغربي اللامحدود لها هل العلاقات بين الطرفين إسرائيل والغرب والولايات المتحدة تحديدا فعلا تدخل لمرحلة جديدة وقد تقل أهمية إسرائيل استراتيجيا بالنسبة للغرب أم هذا مبالغ فيه أعتقد أولا أن يعتمد على كيفية الرؤية لهذا الموضوع هل كانت تعلن إسرائيل هي هذه حاملة طائرات الأمريكية في المنطقة أم لا أو أن الدور الأساسي هو الدور الذي يلعبه اللوبي الإسرائيلي أو اللوبيات الإسرائيلية وحلفائها في الولايات المتحدة ديفيد جورجين الذي كان متحدثا باسم البيت الأبيض والذي يعتبر من أحد أفضل المحللين السياسيين بالنسبة للقضايا الداخلية خاصة وإلى حد كبير أيضا الخارجية يقول بأن المبالغة والتمادي في دعم إسرائيل هو يلعب دور أساسي في تحقيق الفوز في الانتخابات السياسية الإسرائيلية بالنسبة لأيباك وبالنسبة لليمين البروتستانتي في الولايات المتحدة هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا أعتقد أن هناك أمر آخر مهم جدا وضروري أولا أنه لا يوجد توازن إسرائيل لديها القدرة على معاقبة أعدائها وعلى مكافأة أصدقائها في الولايات المتحدة في العملية السياسية في الولايات المتحدة الأمر الآخر وهي ربما هو الأمر الذي سيكون له تداعيات أكثر أهمية على المدى البعيد وهي ربما ما أشار إليه إلى حد ما ولكن قد يكون تفسير مختلف السيد كوهين وذلك لأن الولايات المتحدة كما يقول بعض أفضل المحللين السياسيين الأمريكيين في الأيام الأخيرة أولا أن هناك تغيير في موقف وكما ذكر الأستاذ نواف أيضا الشباب أظهرت أنه في غالبية آخر استطلاعات الرأي 40% يضعون اللوم على حماس بينما 16% يضعون اللوم على حماس وعلى إسرائيل ولكن بالنسبة للشباب 29% يلومون إسرائيل و21% يلومون حماس أيضا نعم فقط على ضوء ما ذكرته أنت عن دور مصالح السياسين الإسرائيليين وأيضا السياسين الأمريكيين والأيباك واللوبي اليهودي هذا يدفعنا للتساؤل هل يعني فعلا العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تعبر عن المصالح الدولية الاستراتيجية للولايات المتحدة أم تعبر عن مصالح محلية حزبية لبعض السياسة الأمريكيين أو للسياسة الأمريكيين بشكل فردي أعتقد أن هناك علاقة أحيانا وثيقة هناك تلاقي في المصالح الاستراتيجية بالنسبة لعدد من القضايا ولكن أيضا هناك خلافات لا يوجد تماثل بالنسبة للعلاقات وحتى للمصالح وأعتقد أن المصالح مهمة ولكن لا يوجد توازن وهذا ما أردت أن أشير لي بالنسبة كان قبل عدة سنوات عندما طرح موضوع الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل حذر أحد القادة العرب الأمريكيين في لقاء مع أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض من تدعيات ذلك فماذا كان جواب المسؤول في البيت الأبيض قبل عدة سنوات قال أن العرب سيتمرمغون بالطراب لمدة يومين ويصرحون ثم ينسون وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا بأنه في الوقت الذي قد ينسى العرب فأن الإسرائيليين وأصدقاءهم لا ينسوا العمر الآخر وهو هذا ما أردت أن أشير إليه وهو مهم تطور مهم جدا ومثير أولا موضوع الشباب موضوع دور الإعلام ثورة الإعلام لعيب الدور ولكن الأهم أيضا هو ضعف الضعف الدور الأمريكي لحد ما والذي يعود على الرغم من محاولات الإدارة الإدارة الأمريكية منذ قيام إسرائيل إلى حد ما تحاول أن تجعل إسرائيل مقبولة شعبيا في المنطقة وأن تكون جزءا من المنطقة ولكن هذا لم يحدث الولايات المتحدة قالت أنها هي الدولة الوحيدة القادرة على لعب دور الوسيط النزيه التي تلوصول إلى حل وإلى تسوي لكن هذا أيضا لم يحدث الإدارة الأمريكية حاولت الهيمنة على المنطقة من خلال التدخل في العراق في أفغانستان في ليبيا ولكن ما ظهر هو محدودية القوة الأمريكية وما أشار إليه تشاز فريمان أحد السياسيين الأمريكيين والديبلوماسيين المخضرمين قال وهذه نقطة مهمة جدا قال المشكلتنا أن هناك النخب التي تتعامل مع السياسة الخارجية يعيشون في فقاعة إعلامية تعتمد على الروايات وليس على التحليل فالقادة لا يقودون المشرعون لا يشرعون والإعلام لا يفرق بين الدبلوماسية وبين القصف نعم ما أشرت إليه قادة إلى ما سمي انسحاب أمريكي من المنطقة وأسأل الأستاذ نواف التميمي هذا الانسحاب أيضا من ضمن تأثيراته ربما كما رأينا في الأزمة الأخيرة تراجع للتأثير الأمريكي الحقيقي على إسرائيل كيف سيبدو المشهد في الشرق الأوسط في ظل هذا المتغير الجديد الترجمة الأولى لذلك أننا رأينا إسرائيل في أزمة غزة تفعل ما يحل لها تشدد من قصفها والقصف بات أكثر عنفا في وقت لم تتمكن واشنطن من وقف هذا التوجه من جانب إسرائيل شوفي سيدي هو كل المعطيات وكل الدراسات والدكتور إدموند يعلم ذلك تشير إلى ليس انسحاب من المنطقة ولكن هناك مناطق أخرى في العالم باتت تحظى بأولويات الولايات المتحدة الأمريكية هناك الآن تحالفات في شرق آسيا تقع هي أهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مما يجري بين إسرائيل وقطاع غزة هناك اتفاقية وقعت قبل أسابيع بين روسيا والصين بـ 300 مليار دولار في الغاز حول الغاز هذا تسترجع انتباه الولايات المتحدة الأمريكية والأمريكيون لم يخفوا هذا والرئيس براء قال هذا لن نركز على الشرق الأقصى هناك اقتصاديات نامية باتت تهدد موقع الولايات المتحدة الأمريكية كالاقتصادي الأول هناك أيضا مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية داخل داخل الولايات المتحدة الأمريكية معنيونا بالشرق الأوسط كيف سيبدو في ظل هذا المتغير الجديد بالشرق الأوسط المسألة الأخرى أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد سرا أنها باتت تسعى وتعمل وتكاد تكون قد وصلت الآن للاستغناء عن نفط الشرق الأوسط بمعنى أن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقول لإسرائيل لم تعود كما قلنا لم تعود الدولة الضعيفة الآن في المنطقة أنت الجيش الأقوى في المنطقة انهار الجيش السوري وانهار الجيش العراقي وانشغل الجيش المصري الآن عليك أن تتعاملي مع المسائل بنوع من الدولة الراشدة والدولة الراشدة لم تعد قادرة هذه إسرائيل لم تعد قادرة على القيام بما كانت تقوم به سابقا في السابق كان الجند الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي يذهب للخارج يخوض معركة خارجية خاطفة تسمى عملية جراحية نظيفة ويعود وكانت وسائل الإعلام أيضا مسيطرة عليها من ماردوخ وجماعاته في كل أنحاء العالم هناك سيطرة وبالتالي تتم الأمور وكأنها عملية بالحبر السري الآن لا الآن لا القوة الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي قادر على الخوض في حروب خاطفة ولا الإعلام الإسرائيلي والصهيوني المساند له قادر على إخفاء ما يجري لأن ما لا تبثه سي أن أن وما لا تبثه سكاي وما لا تبثه فوكس نيوز يصلك على الموبايل بالصورة وبالصوت وباللحظة وبالتالي من هنا أنا قلت بأن إسرائيل باتت عبء أخلاقي لأن هذه الولايات المتحدة الأمريكية التي تسمي نفسها راعية للأمن والسلام في العالم راعية لحقوق الإنسان في نيويورك يرتفع مشعل الحرية لا تستطيع أن تدافع كثيرا عن هذا الإفك والعدوان الذي تمارسه إسرائيل أنا سأعود إليك بسأعود تعقيد الأستاذ مئير كوهين إذا كانت الصورة كذلك أو يرى بعض المحللين الصورة على هذا النحو كيف تتصرف إسرائيل إذن وهل سنشهد إسرائيل وتتشابك في نزاعات ومشاكل وتدخل في أنفاق مسدودة لا تستطيع الخروج منها كما يرى البعض أن هذا فعلا يحدث في أزمة غزة الأخيرة هو ما فيه شك أن المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة تدرك أن حرب إسرائيل ضد حماس هي حرب مبررة وهي أيضا تقوم بحرب في أفغانستان والحرب ضد الإرهاب لا يوجد فيها ضربة خاضية لا يوجد فيها نوع من الانتصار العسكري المطلق ولكن بالنسبة لقطاع غزة الصورة ستتضح بعد ما سوف تنتهي هذه المعركة وسيصعد قادة حماس من الملاجئ ليفهموا إلى أي حد وصلوا وأوصلوا شعبهم إلى هذا المستوى بالنسبة للاقة إسرائيل بالولايات المتحدة المطلوب من إسرائيل أن تقوم بالزمام المبادرة ولا أن تنجر للمبادرات بمعنى أن إسرائيل هي التي تقترح أفق التسوية وأعتقد أن كثير من المراقبين يعتقدون أن الأفق أصبح الآن واضحا جدا وقريبا بمعنى أننا إذا توصلنا إلى وضع في قطاع غزة وتأمين كل المعونات هل تستطيع السؤال أستاذ مئير هل تستطيع إسرائيل أن تقوم بهذا وحدها في ظل لا نود أن نقول إدارة ظهر واشنطن للمنطقة لكن ابتعاد أمريكا قليلا عن المنطقة لمصالح أخرى هل تستطيع إسرائيل أن تقوم بهذا كما كانت تقوم به في السابق بمساندة أمريكية لأن في هذه الأزمة بدل عكس حدث إسرائيل انجرت إلى رد الفعل ولم تأخذ زمام المبادرة في ما حدث في غزة على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلي لكن هذا منحها الشرعية وكل المجتمع الدولي وجد أن التصرف العقلاني لنتنياهو أعطى مصدقية لإسرائيل لكن كيف تعد إسرائيل نفسها لشرق أوسط مختلف مع تراجع التأثير الأمريكي ومع احتمال أن تكون الأزمة القادمة ليست مع منظمة أو فصيل بحجم حماس قد تكون مع من هو أكبر قد تكون في مواجهة جيش أقوى بكثير هو طبعا لا يمكن أن يقوم أي شيء بدون الدعم الأمريكي ولذلك عندما أقول أن تقوم إسرائيل تتاخذ زمام المبادرة بمعنى أنها تتفق مع الولايات المتحدة على طروحات تتعلق بالتسوية وأن تقنق دي المجتمع الدولي وأعتقد أنه بدأت اتصالات في الخارجية الإسرائيلية مع دول التحاد الأوروبي وأيضا مع كل السفراء كان هناك لكن معلش يا سيد مير برضو أكرر عليك لم يبدو الوضع كذلك في ما يحدث في غزة لدرجة جعلت الصحف بلوى ساسة إسرائيليين يصفون وزير الخارجية كيري بأنه كفيل في متجر للخزف من كثرة انتقادهم لمواقفه وأنه لا يحصن صنعا في هذه الأزمة أعتقد أن هذه التفوهات وهذه التصريح ليس لها أي مكان في العلاقات الهمة بين إسرائيل والولايات المتحدة وليس لها أي مكان لأن العلاقات هي مهمة ليس لإسرائيل أي دولة داعمة لسياستها سوى الأولايات المتحدة وبالتالي فإن الخطاب يجب أن يكون من خلال الحوار وليس عن طريق تراشق الكلامي أسأل أستاذ إدموند لو كنت استمعت أستاذ إدموند أستاذ نواف قال هنا أن بعد انتهاء مرحلة الشيوعية وفي ظل تراجع دور إسرائيل الذي كان في هذه المنظومة كما قال صنعت إسرائيل لنفسها دور جديد بالتركيز على ما يسمى بالخطر الإسلامي والمتشددين الإسلاميين وأنها داعمة للغرب والواشنطن في هذا الاتجاه ظهور تنظيمات متشددة في المنطقة كما نسمع تنظيم الدولة الإسلامية وكل هذه الأنشطة الخاصة بهذه التنظيمات على ضوء ما يحدث في سوريا والعراق واليمن والليبيا مناطق كثيرة هل يبقي على القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في هذه المرحلة رغم المتغيرات التي تحدث في سلم توجهات واهتمامات الولايات المتحدة خارجيا المتغيرات التي تحدث في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل هناك فعلا تغيرات في المواقف الأمريكية إلى حد ما ولكنها لا تزال محدودة لأنه في المجتمع الأمريكي كما نرى وخاصة خلال الأسبوعين الأسبوع القليل الماضية نرى بأن هناك انتقادات متزايدة للإداء الإسرائيلي لتصرف إسرائيل في غازة في نفس الوقت الذي لا نزال نجد فيه الكثير من الانتقادات لمواقف حماس ولإداء حماس ولكن الصور القادمة من المنطقة مقتل المدنيين بنسبة كبيرة الأطفال النساء تركت آثارا مؤثرة على العديد من الأمريكيين مثلا كنت يوم أمس في مدينة نورث هامتن في ولاية ماساتشوسيس في منطقة فيها خمس جامعات على الشارع هناك على مفترق كان هناك مجموعة من المتظاهرين يقولوا ارفعوا الحصار عن غزة على الجانب الآخر كان هناك مجموعة أخرى ترفع لافتات تقول أوقفوا الدعم لإسرائيل التي تمارس جرائم حرب وبالتالي فإن هناك تغييرات مهمة أحد الأمور الأخرى التي أعتقد أنها مهمة جدا هي أن هناك تغييرات في مواقف اليهود الأمريكيين أكثر وأكثر بدأنا نسمع ونسمع الآن كنت أستمع اليوم إلى هنري سيغمان وهو ديبلوماسي يهودي أمريكي سابق عفوا هو حاخام وهو أيضا كان أبرز رئيس لمنظمة يهودية هي الأمريكي جويش كونغرس انتقل إسرائيل قال إسرائيل ستبقى وحيدة تهمها بتبني سياسة بس الوقت أستاذ إدموند أنت ترى أن هذا الاتجاه سينمو ويستمر ولن يتأثر كما أشارنا بما يحدث في المنطقة من ظهور لتنظيمات متشددة وواقع جديد ينشأ في الشرق الأوسط بدون شك هذا يتأثر لأنه في أحد الأسباب التي أدت إلى التعاطف إلى حد ما مع إسرائيل والذي يستغل من قبل أصدقاء إسرائيل هو الإشارة الآن في هذه المرحلة لما تقوم به الدولة الإسلامية إلى ما يحدث في بوكو بالنسبة لبوكو حرام وغير ذلك ولكن في نفس الوقت أن هناك موقف أكثر تفهما في المؤسسات الأمريكية من أي وقت مضى وهذا على المدى البعيد سيترك آثار سلبية على الرؤية الإسرائيلية هذا كلام هام أستاذ نواف هل تتمكن منظمات المجتمع المدني المختلفة العاملة أو المعنية بالمشكلة العربية الإسرائيلية أو الفلسطينية الإسرائيلية من استغلال هذا التعاطف وهذه المتغيرات في المجتمعات السواء الأمريكية أو الغربية تجاه إسرائيل أو في وجهة النظر تجاه إسرائيل هل تعتقد هذا؟ شوف إسرائيل أنا أعتقد أنها أمام مشكلة حقيقية جدا وهي أنه أولا الغطرس الإسرائيلية باتت مثل الوحش الذي أصبح وتضخم أكبر من الغرفة وبالتالي لم تعد الغرفة قادرة على استيعابه وهذه مسألة المشألة الثانية إسرائيل أيضا تصر على أن تكون مثل النعامة التي تضع رأسها في الرمل وتقول مالي ومالي العالم حتى الخطاب الذي نسمعه من ضيفك في فلسطين المحتلة وهو يتحدث عن مشروعية العدوان وعن أن إسرائيل لم تبدأ كيف إسرائيل لم تبدأ إسرائيل هي الاحتلال هي أس المشكلة هي أس المشكلة الشرعية الدولية تعطي أي شعب تحت الاحتلال الحق في الدفاع عن النفس المقصود أن إسرائيل غير قادرة على إدراك كل التحولات التي تحدثنا عليها غير قادرة على أن هذا الأمريكي البسيط الذي كان تخدع أنت عبر سكاي وعبر كما قلنا الفوكسي نيوز الآن كل شيء يوصل على إيده وهو القادر على الحكم على المسال هو قادر على أن يدرك بأن ما تضلله به عندما تقول أن ألف صاروخ سقطت على إسرائيل بأن هذه الألف صاروخ لم تقتل حتى شخص واحد هو يعلم هذا الكلام أنت كصانع يعني الفريق فريق مارك لانس الذي أعد ما يسمى بمشروع إسرائيل بروجيكت 2009 والذي هو عبارة عن وثيق بوكلت للسياسيين والإعلاميين الإسرائيليين كيف يتحدثوا مع الرأي العام لم يعد الآن صالح لأن هذا الرأي العام لا يستقبل الخطاب فقط من وسائل إعلام منحازة هو يستقبله من وسائل إعلام طبيعية اسمح لهذا كلام هام أيضا أود أن أسأل الأستاذ مئير عنه قبل أن نختم يعني عدم إدراك إسرائيل لكل هذه المتغيرات والتحولات التي تحدث في المواقف الغربية ليس فقط على المستوى السياسي ولكن ربما الأهم على المستوى الشعبي تجاهها هل يجعل إسرائيل الآن هي العدو الأول لنفسها في ظل تجاهل هذه المتغيرات لا هي ليس مسألة العدو لكن هي المسألة بتتعلق بوضع خاص بوضع أن منظمة لا تستمع إلى قرارات الشرعية الدولية منظمة لا تستمع أيضا إلى ما صرحت به الدول العربية في القمة العربية 96 التي اخترت أن السلام هو خيار استراتيجي ولم تقصد حماس بمبادرة السلام طبعا كل هذه الاتهامات وجهة لإسرائيل نصا كأنك تتحدث عن الاتهامات وجهة لإسرائيل لا إسرائيل عقدت سلام مع مصر وعادت كل سناء إلى مصر وعقدت سلام مع الأردن لكن لن ندخل في تفاصيل المسألة هي تتعلق بحماس التي تريد القضاء على إسرائيل وفقا للمبادئ التي نصت عليها دستور حماس هذا هو في الواقع بالنسبة للاحتلال إسرائيل انسحبت بالكامل من قطاع غزة فماذا الذي طلقته 15 ألف سنوات أعتذر منك أستاذ مئير لابد أن نتوقف في ختام البرنامج أشكر الضيوفي هم نوافع التميمي الصحفي والباحث كما أشكر من القدس مئير كوهين الدبلوماسي الإسرائيلي والمحل السياسي وأشكر أيضا من واشنطن إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية وفي ختام هذه الحلقة مشاهدين لاسعنا لنشكركم جميعا وإلى اللقاء في حلقات أخرى من حبيث السعب اشتركوا في القناة